موضوع التعبين عشان احنا عايزين هدفنا بس النهاردة في الخمس داي اللي جاية دي نقدم معلومة علمية للي تابع موضوع التعبين في البحيرة وما كانش عارف السبب الرئيسي لها ليه او السبب العلمي للتعامل معاها ازاي خلون ناخد هاتفيا الدكتورة شيرين زكي مفتشة الطب البطري يا دكتورة شيرين ايوا؟ زكي دكتورة حبيبتي يا وصبة منها ازاي كاملة ايه؟ انتي عارفة ان انا على طول باجري عليك اكلمك لما يبقى عندي حاجة كده ليه علاقة بالصحة العامة التغذية الطب البطري حاجة كده بحس انها مش مظبوطة بروح مكلمك على طول انتي عارفة ده صرف لي يا عمر طيب دلوقتي فيه تعبين ظهرت في البحيرة تمام قوم رحنا شفنا صورة كده شهيرة لأعضاء من الطب البطري الفاضلين او ناس قاعدين قدامهم كاراتين بيض وبيحقنوها بسم هل هذا هو العلاج العلمي؟ وخليني قبل السؤال ده اسأل حضرتك ما سبب انتشار التعابين بهذه الصورة؟ طبعا تشكرك على السقة الكبيرة اللي دايما بتوليها بشخصي الضعيف بان انا اقدر افيد بان انا اتكلمت حاجات علمية في الموضوع ده رقم واحد انا طبعا في ناس كتير توصلت معايا من القريتين اللي ظهرت فيهم التعابين وبعضتين لي صور واستغسات وشوفت الصورة بالفعل بتاعة الحقن البيض بالسم طبعا انا في الاول شكرا ليك انك انتي قلت معلومة فعلا صحيحة ان التعابين قد تأكل البيض حتى اقول ان خبراء الزواحف افادوا ان اغلب التعابين المنتشرة في الريف المصري هي من الزواحف اللحمة يعني ايه زواحف اللحمة؟ يعني تتغذى على السديات الصغيرة زي الفقران ما بيتغذاش على البيض الا ان هو واحد في مصر اسمه اللي هو المتداول او الدارج الفرغة ده تعبان صغير الحجم موجود في الفيوم اول خطأ اتأمل ان انا لم استعن بخبراء عشان يعرفوني ايه هي التغذية السليمة اللي ممكن انا اقدر اكافع التعابين بيها ده في حالة موضعتي على موضوع السم طبعا انا مش موضع عليه تماما لانه بيعمل خلل بيئي زي ما لسه هتكلمه اقول رقم اثنين تبادل بقى اتهمات من المسئولين للفلاحين وده الامر العادي والمعتادل من المسئول عشان يرمي المسئولية عن نفسه ويقوم اتهم الطرف اللي بيشتكيه اتهموهم بان هما مش بنظفوا الفنوات وان هما الهيش مش بيقصوه والحشاش مش بيقصوها فبالتالي التعابين كترت ولقت مخابق لها طب انا عندي سؤال هل تغير سلوك الفلاح المصري في يوم وليلة طب هو ده اكيد سلوكهم على طول انما ايه اللي خلت التعابين تظهر كده فجأة اكيد في حاجة ابنورمال حصلت رأيك ايه بقى دكتورة ايه الحاجة الابنورمال اللي ممكن الغير طبيعية اللي ممكن تكون حصلت رأييها وضحه في اهمية التعابين ودي حاجة غريبة يعني ممكن الناس تقولك يعني ايه اهمية التعابين ده انا المطفوض اخلص منها لا يا فندم التعابين ليها اهمية بلغة رقم واحد التعابين بتتغذى على القوارد والحشرات لما بيقل اعداد التعابين وده بقى الخلل البيئي اللي بنتكلم عنه بتزيد اعداد القوارد والحشرات اللي بتكل لي المحاصيل وبتقرض لي السلوك وبتتسبب لي في امراض يعني بدل ما بنقول الكلاب ومكافة الكلاب في امراض السعار الفقران حاملة للسعار اكتر من الكلب اللي موجود في الشارع اه كده بالطريقة دي وده المكافح البيولوجي للقوارد والفقران انا باضطر ان انا ماستخدمش مبيدات كيميائية ضارة بالبيئة على الاساس ان انا بعتمد على المكافح البيولوجي وهو التعابين انه هو بيكافح لي القوارد والحشرات رقم اتنين التعابين بتستخدم تموم تعالج حاجات بتير قوي منها مرض ماركنسون وان انا بستخرج منها الترياق اللي لما انسان بيتلدغ من تعبان بيروح المستشفى ياخد الترياق ده علشان ما يموتش رقم ثلاثة هي بتزود لي التربة بالمركبات العضوية لما جلدها بينسلخ وبيتحلل بيمد التربة بالغذاء انا بختصر قوي يعني رقم اربعة بتستخدم في البحث العلمي وكمان بديل عن تجربة الدواء على الانسان بانه بيتم تجربتها على التعابين من هنا نقدر بقى نفهم هو ايه اللي حصل ايه خلل دي حصل رقم واحد انا ابتديت ادور على ايه هو المكافح البيولوجي للتعابين يعني الكائن الحي اللي ربنا خلقه بيقدر يقضي لي على التعابين ويهجمه طبعا من اهمهم كانت التعالف البرية والذئاب وكان فيه النمس كمان الخطط الكبيرة الكلاب فيه برضو الخنزير البرية دي طبعا مش موجودة في مطر لكن هي من اشد الانواع عدوة للتعابين وبتقدر تميز ما بين التعبان السام والتعبان غير السام وعندي كمان مكافح بيولوجي من نفس النوع من نفس النوع الزواحد اسمه التعبان الملك ده معانا صورته يا شباب سواني يا دكتورة بعد اذنك معي التعبان الاحمر يا شباب اللي ملفوف حوالين بعضه ايوة ده يا دكتورة فضالي ايه بقى التعبان ده؟ ده التعبان الملك الكرمودي هو في منه انواع واشكال كتيرة ده سعبان بيعتبر من السعبين اللي هي بيته ربا للدينة وكائن لطيف جداً لكن هو بيبحث عن التعبان وبيلتهمها وبيفترسها ونصف جداً في البحث عنها يعني من هنا بقدر اقول ايه؟ ان انا بدل ما كنت اتخدم تموم واحذر اطلق تحذيرات للناس بقولهم ابعدوا عن البيض وكأن مثلاً انا احطها عسكري جنب كل بيضة واشوف هل طفل صغير قرب منها هل حيوان تدي يجيه قرب منها وبعدين اترمت البيض ده اترمت فيه جهور مشكوك في وجود تعبين فيها طب يا فانتم حضرتك تعبان كبير اكلوا ومات ماذا عن بيضة صعبين اللي موجود في الجهور دي اللي بالتأكيد هيفئس واطلق فانا بالتالي انا دخلة فيه دايلاما مش هتنسي يعني المعالجة كلها كرت غلط يا دكتورة بصراحة خليني انا اقولها لان انا عارفة ان حضرتك حيب عندك تحسس من انك تقولي ده على يعني زملائك في المهنة المعالجة كانت غلط ما عنديش اي تحفظ وحضرتك عارفان يا استاذة مننا عندي سؤال بقى قبل ما اقول الطرق ما احنا مش نصدر المشكلة وما نقولش حلول ما هو لازم نقول حلول ما هم يفدم الحل اللي قدموك للبيض المسمو لا يا فانتم انا عندي حلول علمية غير كده خالص لكن انا باش حابة اسأل سؤال واحد فيه تقرير اتقدم من محافظة البحيرة من اللجنة من احد اعضاء اللجنة المشاركة الحملة اللي بيقولوا عليها دي تحت اشراف المستشار الاعلامي للمحافظة التقرير دا تقدم لاحدة الجهات وخليني متخفظة على الجهة دي التقرير دا بيقول انه السم اشتروا الاهالي بمعرفتهم وعلى حسابهم طبعا دي مصيبة صودة ان الاهالي يشتروا سم بمعرفتهم وعلى حسابهم ولا يقنن مثل هذا الامر او ان المحافظة هي اللي تاخد الدور فيه دي كارثة والتقرير اكيد وارينه وما فيش داعي ان احنا نقول اتقدم لانهجها رقم اثنين النائب البرلماني الدكتور عصام القاضي وهو عضو لجنة الصحة وهو قبل البحيرة وهو احد المسئولين في الحملة اللي تم تشكيلها من المحافظة واللي بالمناسبة هتصفلي حضرتك على الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة هتلاقي اسمه من ضمن اللجنة المشكلة الدكتور المخترم عصام القاضي ظهر على فضائية دريم على احد القنوات وقال بمنتهى الصراحة تم تدمير المكافح البيولوجي للتعابين وهو التعالب والذئاب والكلاب وتم القضاء عليها بحملة شارثة وبالتالي ظهر عندنا مشكلة التعابين وطبعا كلام مخترم جدا لان مش يوم وليلة الاحجام المهولة اللي شوفناها في الطور اتظهر بالشكل ده نيجي بقى حضرتك للحلول وطرق المكافحة رقم واحد لازم المحافظة او الدولة عموما في الاماكن اللي بيظهر فيها مثل هذا الامر بشكل مباشر لازم اولا ان انا انضف القنوات المائية ما اتهمش بقى الفلاح لا ده انا يكون ليه يا دول انضف القنوات المائية واقص الحشيش واتخلص من الفقران والحشرات ده مهم جدا يا استاذة منك اتخلص من الفقران والحشرات لما بقضي على الفقران والحشرات فانا بقضي على الاكل الغذاء الطبيعي للتعبان للتعبان لكن معلش يا دكتورة قبل ما تروحي للنقطة التانية لكن لكن لا اتخلص من الكلاب لا طبعا يعني قتل الكلاب يعني يا فندم ماقيل ماقيل من بعض الخبراء كده زي حضرتك وناس كتيرة يعني لها باع في هذا في التغذية والطب البطري انه قتل الكلاب قد يكون سبب رئيسي في صدور او يعني طلوع هذه الكائنات تعبين بقى ديابة تعالب ايا مكان يا استاذة مننا التعبين والكبرى المصرية موجودة في كل ربوع مصر عمرنا ملقناها ظهرت فجأة وابتدت تهاجم الناس لان التعبان لا يهاجم الا اذا كانت في حالة خوف او فتح هو مش هيهاجم منك فهيهاجم في حالة خوف او فتح انا لما اقتل المكافح البيولوجي اللي بيكافح لي اللي او ربنا حلقه في البيئة للتوازن البيئي ودايما لما باجي انا على نوع معين النوع اللي انا باجي عليه ده نوع الغذاء طبيعي في الطبيعة هتلاقيه ظهر في السيادة يعني انا دلوقتي لما اقضي على الفقران والحشرات فانا بالتالي بقلل الغذاء الطبيعي اللي التعبان بيتغذى عليه فبالتالي بقدر اتحكم في ان انا اعمل حد او كنترول لعدد السعادين عندي كمان ان انا اسد الشقوق اللي موجودة كانت في حفر في الارض في الغيط اسدبها لشان انا كده بمنع ان التعبان لو هو بحصل بيض انه ما يطلع ليش لكن لكن استراتيجية البيض به يصم منقاتل دي خاطئة يا دكتورة شيرين مش دي الطريقة العلمية اللي كنا نتعالج بها الموضوع هكمل لحضرتك نقطتين بالضبط في المكافحة طيب بس استعدينيك الدكتورة بسرعة عشان وقتنا انتهى والله طبعا عندي الاستعانة بصائدي التعبين البراية المحترفين ودي حاجة بتتعامل برة في اوروبا على فكرة او في امريكا ومش عيب ولا غلط وعندي استخدام افخاخ نوعين من الافخاخ عندي فخ في غراء اللي بيلزق عليه التعبان وعندي نوع من السنديق بيتحطوا جوها طعم التعبان بيدخلوا معرفش يخضر وبالتالي انا بستفيد منه في الابحاث العلمية واستقراج السموم انما كوني ان انا بحثي على التعبين بالبيض مسمم هيظهر عندي مشكلة الفقران والقوارض وحصلت فكرة قبل كده قوارض الفقران دخلت على البيوت وعطت اطفال رضع وموتتهم وعملتهم بترف رجليهم فكل ما نباجي على نوع معين في البيئة ربنا خلقوا بتوازنوا اعداد طبيعية لازم النوع الثاني اللي بيتغذى عليه النوع ده هيظهر يظهر ويهجم علينا بقى بتأكيد دكتور احنا لازم لنا قعد على الهوى مع بعض انا عناية ليكي وحتى ادف معاكي البرنامج الجميل بص بقى ملف الطب البطري كده في ايدك لو سمحتي شنطتك في الايد التانية تشرفينه في مساء دريم ونفتح بقى للملفات كلها نصيرة الاطباء البيتريين اللي دايما عندهم مشاكل وبيلاقوا صدع في برنامجك يا أستاذة مننا انا لسه والله قريبا قريبا يعني من فترة قريبة قوي يعني عملت منجدة على الهوى انه فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ان يتم وضع ملف الهيئة العامة للخدمات البيترية والطب البطري كله على مكتبه شخصيا اتكلمت واشدت دورك في الموضوع ده تقين ان احنا عندنا قيادات لمؤاخذة يعني ما عملتش اللي حضرتك بتناشد بيه واتمنى ان الرئيس السيسي يسمع مناشد حضرتك ويوضع ملف الطب البطري امامه بما فيه من سلبيات قد تودي بالبلد للهاوية نتيجة ان احنا ماشيين بانظمة كلها غلص حنتكلم في كل ده ان شاء الله قريبا يا دكتورة شيرين وتكوني معانا ونتكلم بصراحة وبشكور الجزيل الشكر على هذا التوضيح العلمي دكتورة شيرين زكي مفتشة الطب البطري على فكرة بقينا كتير قوي بنسمع قريب من قصة الحقو ده فيه كومباوند مش عارفة ايه في اكتوبر ولا في التجمع الحتة اللي هي لها ظهير صحراء او كده ظهر فيها تعلم او لقينا فيها ديب فلما تيجي كده تسأل اهالي كومباوند او الادارة تعرف ان هم قبلها فترة صغيرة او ينزلوا حطوا سمة مويته الكليب ده الخلل البيئي اللي الدكتورة شيرين بتتكلم عليه ده التوازن البيئي اللي المفروض يكون موجود اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقوا في هذا الكون كل كائن ربنا خلقوا خلقوا لسبب لما تقتل الكائن ده وتسموا وتبعدوا عنك فيه كائنات اخرى بقى غير مرغوب فيها هتبدأ تظهر وقصة المعالجة كلها لبعضها الخاصة بالتعبين في البحيرة انا بعتقد انه السيد مدير مدارية الطب البطري في البحيرة يعني لو حضرتك شايف انه ده كان الحل الامثل والعلمي السليم ان احنا نحقن البيت بسم ونعمل بس تنبيه كده الاهالي للقرية محدش جماعة يقول البيت ده لو حرك شايف ده الحل العلمي فاكيد حضرتك قادرة مننا يعني للمرة التانية تواصلنا مع المهندسة نادي عبد المحفظ البحيرة الحقيقة قرت لنا برضو انا فعزة ومش عايز اعلق على هذا الموضوع ممكن تكلموا